تعادل جديد لمنتخب مصر في الجولة التانية من المجموعة التانية لبطولة أم أفريقيا بيأكد صعوبة صعود منتخب مصر للدول التالي من البطولة وبيأكد ابتعدنا أكتر عن الحلم اللي غايب عن خزائن منتخب مصري من سنين طويلة تعادل ما كانش بأداء مخيب أوي زي ما كان في مبارات موزنبيك ولكنه في النهاية وإن كان فيه شيء من الجودة أو فيه شيء من الإمتاع القروي ولكنه في النهاية لم يقتي السماره وفي النهاية مقدرناش نحقق الفوز اللي كنا داخلين للمباراة عشانه وبالتالي بنتحرك من نفس سيناريو الأرجنتين بالزبط لنفس سيناريو البرتغال بالزبط تعادل وراء تعادل بيخلينا بقى أكبر تموحاتنا إما أن نسعد تاني أو أننا نتشبس بالأمل بالصعود بأحسن توالد أو نستنى هدايا من المنافسين إن كنا هنقدر نكسب في المباراة الجاية علشان نسعد أول المجموعة المباراة دي كان فيها شيء من التغيير وفقا لطلبته معظم الجماهير ومعظم النقاط في الأوسط الرياضية بتغيير بعض العناصر في التشكيل الأساسية واللي كان متوقع أو كان مرجو أنه يحسن شكل المنتخب مصر أو يحسن من الأداء الإجمالي ولكن في النهاية اكتشفنا أن تغيير جزء من العناصر أو تغيير العناصر اسم باسم مكانه مش هيحسن كتير من الشكل العام طالما فيه مشاكل في الاستراتيجية ومشاكل في النبادئ وفي المرجعية لعند معظم اللاعبين منتخب مصر بدأ بشكل قد يكون مشابه وقت الاستحواز ولكنه فيه شيء كبير من التغيير وقت خسارة الكورة للأسباب اللي احنا كنا شرحنا شبهها في مباراة موزنبيك خلينا نبدأ نشرح شكل منتخب مصر كان ازاي بدون الكورة في زل البحث عن نفس الشيء وهو أكبر إعفاء ممكن لمحمد صلاح من عملية الضغط وعملية المشاركة في الأدوار الدفاعية منتخب مصر في مباراة موزنبيك كان بيعتمد على شكل أقرب بـ 4-4-2 بوجود صلاح ومصطفى محمد سنائي في خط الضغط الأول بإعفاء جزء لمحمد صلاح يخلينا نتراجع بخط الضغط بالكامل عشان نبدأ عملية الضغط من نصف الملعب وبالتالي ما يكونش مصطفى محمد متقدم جدا لكن في مباراة منتخب غانا شكل الضغط بتاعنا تغير لـ 4-1 4-1 بوجود مصطفى محمد متقدم وراه رباعي خط الضغط ثم محمد النني وحيدا في وسط الملعب ورباعي خط الدفاع في المقابل منتخب غانا كان بيعتمد على 4-2-3-1 بسنائي وسط ملعب وقدامهم محمد قدوس ثم مهاجم وحيد وسط سنائي قلب الدفاع في منتخب مصري ورباعي في خط الدفاع شكل الضغط عن منتخب مصر كان بيعتمد في الأساس على محاولة حرمان محمد قدوس من الاستحواز عن طريق التطبيق رقابة فردية من محمد النني وحرمانه من الاستلام في عمق الملعب أو ده اللي كنا بنتمناه ولكننا للأسف ما قدرناش نوصله وما قدرناش نوصله لأنه مجرد المحاولة واحدها مش كفاية المفروض أنه قبل المبارات منتخب مصر ومنتخب غانا يكون منتخب مصر وجهاز الفني ذاكر كواس جدا 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 مبارات منتخب غانا ومنتخب كاب فردي لأنه منتخب غانا حتى برغم الخسارة من كاب فردي ولكنه كان عنده شيء واضح بيحاول يقدمه ألا وهو محاولة الصعود على المهاجم الوحيد رقم 25 المحاولات دي كلها كانت بتساعد منتخب غانا في كسر خطوط ضغط أولى أو تانية يعني أول خطين ضغط علشان خاطر يتدرك بالكورة ثم يوصل لمرحلة التالت الأخير ويحاول يبدأ عملية الإنهاء منتخب مصر بتطبيق رقابة فردية لصيقة على محمد قدوس ولا قدر يمنع محمد قدوس من الاستلام ولا قدر يمنع منتخب غانا ينفذ الشكل اللي هو محتاجه لأننا اكتشفنا في معظم الأوقات إن محمد قدوس كان بياخد محمد النني وبيتم استخدامه كطعم لتفريغ عمق وسط الملعب واستخدام سنائي خط الوسط كطعم برضو لإبعاد سنائي خط الوسط في منتخب مصر وتدرج واحد من كلقوب الدفاع في منتخب غانا علشان يطلع باص سليم للمهاجم المنتخب الغاني ثم الوصول للجناح الأيمن أو العكس الناحة التانية للوصول للجناح الأيصر وفي كل المرات اللي حاول ينزل فيها مهاجم منتخب غانا في المساحات اللي فضاها قدوس بحركة محمد النني كانت بمنتخب سهولة بيستلم برحته لأنه ولا واحد من سنائي قلب الدفاع في منتخب مصر كان عنده أوامر مباشرة أو مرجعية واضحة للخروج على مهاجم منتخب غانا وحرمانه من الاستلام أو حرمانه على الأقل من الاستلام بحرية واتخاذ قرار جيد في التمرير أو اتخاذ قرار جيد في الحركة بالكرة وبالتالي كل المرات اللي حاول فيها منتخب غانا يتحرك من اليمين أو من الشمال كان بيطلع بسهولة جدا علشان الأجنحة بتاعتنا أو الأجنحة بتاعت منتخب غانا والأظهرات بتاعتنا ما كانتش عندها مرجعية واضحة وشوفنا في أكتر من اللقطة إنه محمد صلاح لما بيكون وقف في المكان ده ويطلع من ظهره الزهير الأيصر لمنتخب غانا صلاح ما كانش بياخد قرار قوي قوي في عملية الضغط على حامل الكرة ولا عملية المراقبة اللصيقة للظهير الأيصر لمنتخب غانا وبالتالي شوفنا في معظم الأقوات الظهير الأيصر لمنتخب غانا خالق زيادة عددية بالتعاون مع أندريا مع أيوه على الطرف اليمين لمنتخب مصر وبالتالي كان بيجد مساحة كبيرة وبالمناسبة دي المساحة اللي تم استغلالها لتسجيل الهدف الأول حتى قبل الخطأ اللي وقع فيه مصطفى فتحي وبالتالي شكل اللي اعتمد عليه منتخب مصر أو اللي حاول اعتمد عليه منتخب مصر في حرمان المنتخب الغاني من الكرة ما كانش شكل مناسب إطلاقا لأنه للأسف كان مركز على مشكلة واحدة بس من مشاكل التحضير عند منتخب غانا أو من المشاكل أو من الطرق اللي منتخب غانا هيحاول يسبب لنا بها مشاكل ولكنه أهمل المشكلة الأساسية وهي عملية التدرج الأساسية لمنتخب غانا على رأس الحربة وزي ما قلنا وجود مدافع مختلف عن محمد عبد المنع أو عام أحمد حجازي سواء كان اسمه عيسر إبراهيم أو كان اسمه علي جبر هو في النهاية ما كانش هواء الحل الأساسي ولكن أنك تخلق مرجعية ثابتة وقوية للمدافعين بتوعك أنه وقت ما إيه يحصل إحنا هنعمل إيه بالضبط ولذلك شفنا خلال أحداث الشرط الأول بالكامل تقريبا كل لعبي منتخب مصر لما بيتعرضوا لأسئلة من لعبي منتخب غانا أو من مدرب منتخب غانا كان الإجابات دايما بتكون غير قوية وغير مبنية على أساس حتى في لعبة الهدف الأول لما أيوه نزل وصحب عمر كمال عمر كمال ما كانش متأكد كفاية أنه محتاج ينزل لحد آخر نقطة هيستلم فيها أيوه وبالتالي كان بينزل بشكل يعني مش وصك قوي بشكل قلو وبالتالي قدر أيوه يسحبه من ظهره ويستلم في ظهره واللعبة اللي كملت بعد كده وتم تسجيلها بالهدف الأول للمنتخب الغاني وبالتالي المرجعيات اللي اعتمد عليها منتخب مصر في مواجهة منتخب غانا كانت مرجعيات ضعيفة جدا مرجعيات بدون أساس قوي ولذلك شوفنا منتخب مصر خلال الشرط الأول منتخب ضعيف بلا أدنى أفكار قوية وبلا أدنى قدرة على الإجابة على أسئلة منتخب غانا اللي تم ترحاها خلال الشرط الأول تحديدا بدون كرة أما عن حالة الاستحواز في منتخب مصر وقت ما كان معنا كرة ففي ظل وجود محمد صلاح نحاول نفرغ محمد صلاح في عمق الملعب وعن طريق أن نخلي حمدي فتح في ظهره أو إمام عشور ونحاول نخلي شكل منتخب غانا اللي كان 4-4-2 بوجود قدوس في خط الضغط الأول ووجود رباعي في خط الدفاع ورباعي في خط الوسط بنحاول نفرغ التمانيات بتاعتنا أو إمام عشور وحمدي فتحي بنحاول نخليهم يساعدوا في تفريغ مرموش ومحمد صلاح في عمق الملعب علشان نقدر نطلع عليهم ولكن للأسف كل المحاولات دي ما كانتش بتنجح بسبب أنه منتخب غانا برغم أنه ما كانش بالقوة الكافية اللي يخلينا نقع في كل هذه المشاكل ولكنه على الأقل كان عارف المبادئ الأسسية في الضغط والترحيل واللي كانت بتصعده في كل مرات أنه يتفادى المشاكل اللي احنا كنا بنحاول نخلقها له فمثلا احنا كنا بنحاول نطلع الأزهرة بتاعتنا علشان تسحب البكات بتاعت منتخب غانا ونحاول نعتمد على سلاسة في خط الدفاع في إيصال الكورة لمحمد صلاح في منطقة متقدمة في عمق الملعب لو افترضنا أنه ده حمدي فتحي أو إمام عشور وده محمد صلاح ده عمر كمال عبدالواحد كنا بنحاول نوصل بباص مباشر من أحمد حجازي لمحمد صلاح وبنحاول نخلق بعدها السيطرة المصرية على التالت الأخير ولكن كل المرات اللي استلم فيها محمد صلاح في المنطقة دي كان بيجد صعوبة كبيرة لأنه كان بيجد واحد من سنائي وسط الملعب بيضغط عليه ثم واحد من قلوب الدفاع قريب منه ثم واحد من الأزهرة قريب منه في المنطقة دي بالتالي حتى في حالة أنه صلاح كان قادر يستلم الكورة وقادر ياخد أول قرار تمرير اللي هو يوصل الكورة لمصطفى محمد كان مصطفى محمد بيستلم الكورة في منطقة زحمة جدا كان بترتب عليها إن احنا بنرجع الكورة الورا ونحاول نبدأ مرحلة تخدير جديدة كل المرات اللي حاولنا نطلع فيها بالشكل ده سواء كنا بنحاول نطلع على محمد صلاح أو كنا بنحاول نطلع على عمر مرموش كانوا بيواجهوا نفس المشكلة أما الشكل التاني اللي حاولنا نخلقه خلال الشوط الأول وهو عملية خلق زيادة عددية على طرف من الطرفين تحديدا الطرف الأيصر باستخدام محمد حمدي إمام عشور وعمر مرموش كان بيواجهوا مشكلة أسسية ألا وهي إنه منتخب غانا كان بيجينا بعدد أكبر واحد من نصف الملعب واحد من الأجناحة وواحد من الاتنين مهاجمين في الغالب كان بيكون محمد قدوس وبالتالي أفلوا علينا طريق العودة لخط الدفاع أفلوا علينا دخول عمق الملعب وأفلوا علينا التقدم فكنا بالفعل بنوصل لمحمد حمدي وصلنا له أكتر من مرة لكن في النهاية كنا بنجد أن محمد حمدي عاجز تماما عن إيجاد أي حلول ثم بيرجع لورا وتعيد الكرة كل المرات اللي حاول فيها منتخب مصر إنه يخترق التلت الأخير من المنتخب غانا عن طريق لعبة منظمة مش عن طريق أخطاء فردية كانت بتواجه تنظيم وترحيل جيد من المنتخب غانا لا يمكن نوصفه بأكتر من جيد لأنه كان فيه مشاكل كتير ولكننا مقدماش نستغلها وبالتالي شفنا إنه نحن في النص التاني من المباراة في الشتاء التاني كان كل حلولنا للوصول إنه ننتظر خطأ من لعبة منتخب غانا أو إننا نعمل كرات عرضية مبكرة جدا من المناطق المتقدمة جدا أسهل في التعامل مع الدفاع الغاني وبالتالي محاولات اختراقنا على الطرف بتبوء كلها بالفشل محاولات اختراقنا من عمق الملعب عن طريق تمركز محمد صلاحي الجديد برغم محاولاتنا إنه نحن نوصل بطريقة مختلفة عن مباراة موزنبيق كانت كلها بتنتهي إلى أننا ولا قادرين نختارك عمق الملعب ولا قادرين نختارك أطرافه وكانت النهاية إنه منتخب مصر بيبانع عاجز جدا قدام منتخب غانا بكل المرات اللي هو حاول يختارك فيها وبالتالي لمرة تانية لمباراة دي ده بنشوف منتخب مصر عاجز عن إيجاد أدنى فرصة لخلق فرص قوية قدام الخصم فرص نقول بعدين إن إحنا كنا بنحاول نخلق فرص وبنحاول نطلع بطريقة لعبة معينة ولكن الظروف ما كانتش مساعدانة أو الرطوبة أو أي سبب من الأسباب والغريب جدا إن إحنا شفنا في أكتر من لقطة لغة جسد اللعيبة مع بعض سواء عمر كمال أو مصطفى محمد أو مرموش أو إمام عشور اللعيبة كلها بتتنقش مع بعض بشكل وكأنهم مش متفقين على خطة أضحى ففي واحدة من اللقطات كان أحمد حجازي مضغوط عليه بسنائي محمد النيني مقفول عليه وعمر كمال مقفول عليه من أيوه حمدي فتح ممسوك من وسط الملعب من أشيميرو مصطفى حمد نزل لوحده تماما في وسط عبد السمد وأشيميرو لوحده تماما عشان يستلم من حجازي ولكنه اكتشف إن حجازي قرر لوحده يبعت الكرة لمحمد عبد المنعم ونحاول نتدرج من ناحية الشمال وده لو اتحط مع معظم اللقطات اللعي شفناها اللعيبة منتخب مصر وهم بيحاولوا يتكلموا عبعض أثناء المباراة هنكتشف إنه في الغالب اللعيبة ما كانتش متحفزة طريقة تدرج واضحة أو طريقة خروج بالكرة واضحة وده اللي خلانا كل مرة بنكتشف إنه لما بيضطر حدنا سؤال جديد من المنتخب غانا سؤال جديد بمعنى لو ضغطت عليك بالشكل ده هتحاول تخرج مني إزاي أو لو ضغطت عليك بالشكل ده هتحاول أنت تتجد مخرج إزاي كل الأسئلة دي كانت بتتواجه مننا بإجابات غير قوية أو على الأقل خلص كنا بنقف بدون حراق بدون أدنى محاولة للإجابة الشكل ده أو المنظر اللي ظهر بمنتخب مصر خلالي الشوط الأول بالتحديد هو اللي بيأكد إن المعضل الأساسي لمنتخب مصر في مباراة موزنبيك في مباراة غانا وقد تكون هنشوف نفس الشيء قدام منتخب كابفردي ليس سببه إنه في عناصر بعينها مش موجودة ولو إننا اتفقنا إنه وجود أحمد فتوح زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت قد يكون حل في عاملته الخروج بالكورة ولكنه هيرجعنا لنفس الأساس لأننا بنبحث على لاعب عنده قدرات فردية يخلق شيء قوي زي ما شفنا بالضبط اللي حصل في الشوط التاني الأداء اللي إحنا كنا كلنا بنقول إنه هو فيه أكثر إمتاع كرويا ولكنه فجأة اكتشفنا إنه منتخب غانا ضعيف زي وزينا بالضبط وبالتالي لما المباراة راحت لشئ من العشوائية وكله بدأ يغلط كله بدأ يفقد المخزون البدني اكتشفنا إنه إحنا نقدر نخلق خطورة ولكنها خطورة غير ما بنية على أي أساس خطورة مش ضامن إنه إنت تشوفها في المتش الجاي بنفس الطريقة لأنه كان مرموش بيلعب لوحده تقريبا تريس جيل لما نازل بيلعب لوحده تقريبا مصطفى حمد بيحاول لوحده وعمر كمال ومصطفى فاتح على الطرف التاني بيحاولوا يعملوا حاجات كلها واضح جدا إنها مفيش اتفاق واضح عليها مفيش ازدواجية في الحركة مفيش حركات إحنا كلنا حفظينها وبالتالي اكتشفنا إنه منتخب مصر بيلعب بالله شيء بيلعب بدون أدنى شكل واضح بدون أدنى شكل متحفظ ولذلك ده يرجعنا للسؤال الأساسي هل المعضلة الأسئية في رايفيطوريا لوحده هل المعضلة الأسئية في الأسماء اللي خدها رايفيطوريا ولا في الأسماء اللي بتبدأ التشكيلة ويخلينا في النهاية نجاوب إنه المعضلة هو في كل ده لأنه في النهاية الأسماء اللي بتروح منتخب مصر أو اللي بتروح أي منتخب في العالم هي مش أسماء رايحة تتكرم إحنا مش بنشوف مين اللعيبة اللي قدت أداء ممتاز في الدوري أو في دورياتهم في فرقهم علشان نكرمهم بالتراجط في منتخب مصر في النهاية الرجل اللي موجود في منتخب أي منتخب هو راجل عنده طريقة لعب في النهاية أنت جايب مدير فني لأنه يملك طريقة لعبة معنا أين كان طريقة اللعبة دي إحنا متفقين معها أو مختلفين هجمية كانت أو دفعية ولكن في النهاية رجل عنده طريقة لعب محتاج يدور في اللعيبة اللي بتحمل نفس الجنسية دي اللعيبة اللي تقدر تنفذ الأفكار بتاعته فإن كان روي فيتوريا ما عندهوش أفكار سبتة وما عندهوش أفكار واضحة وبنحاول نخلق الأفكار بتاعتنا على لعب بعينه وبالتالي اسم روي فيتوريا في حد ذاته مش هيكون مؤثر في أي حاجة احنا بفكر فيها ممكن نشوف أي مدرب تاني بلا أدنى استراتيجية يحاول يخلق استراتيجية واضحة للاعب موجود في التشكيلة برغم قيمة محمد صلاح وبرغم ما يؤثره محمد صلاح في كل الفرق اللي بلعب فيها ولكن في النهاية محمد صلاح هو لاعب من ضمن عشر لعيبة في الملعب بعدها من حاس المرمى عشر لعيبة محتاجينه يكون جزء منهم جزء من المنظومة اللي احنا كلنا بنحاول نخلقها لكن اللي شفناه من روي فيتوريا في المرشن اللي شفناه من فهم أفراقيا انه غير مقدر تماما لإمكانات اللعيبة اللي هو معافل المعسكر تقريبا تقريبا هو مش عارف هو أحسن لعيب أو أحسن دور موكة طالعا من اللعب ده إيه بالزبط وبالتالي بنشوفه كل المباراة عاجز حتى عن إجراء تغيير على الوضع اللي احنا شايفين قدامنا وبنشوف النهاردة أكتر من 90 دقيقة متكاملة روي فيتوريا بيدور على تغييرات ولكنه مش قادر يوصل للإجابة الواضحة لأنه تقريبا مش عارف إيه هي إمكانات اللعبته اللي معافل المسكر وبالتالي الشاكن اللي شفناه في الشتو التاني بخروج محمد صلاح ونزول مصطفى فاتحي كان فيه حالة من التحرر انت قسرانه 1-0 فمعندكش شيء تخسره أكتر من كده انت كنت تقريبا خلاص برر بطولة انت مفيش النجم محمد صلاح اللي يتحمل المسؤولية الجمهورية وبالتالي كل اللعيبة كانت حاسة بعشوائية جديدة جدا كلهم بيجروا كلهم بيحاولوا ضغطوا بنقسب سراعات صنوائية كتير جدا مع منتخب غانا واكتشفنا أنه في النهاية منتخب عنده مشاكل زي أنا بالضبط وقدر نسبب له خطورة ولكنه اكتشاف متأخر جدا لأنه واحنا بمكتشف أنه غانا عندها مشاكل احنا كمان طالع عندنا مشاكل واستقبلنا الهدف الثاني ولولا أخطاء غانا الجديدة مكنتش قدنا نسجل احنا كمان هدف تاني ويتعادل إجمالا أنه كل اللي شفناه في منتخب مصر في المباراتين اللي فاتوا بيؤكد أنه عملية الفوز ببطولات سواء أم أفريقيا أو الصعود لمونديال كاس العالم أو محاولة تأثير أو بأداء مؤثر في البطولات الكبيرة زي كاس العالم و أم أفريقيا شيء ما بيرجعش بس للمعسكر اللي بنروحه ولا الثلاثين يوم اللي بنعسكرهم ولا الأسبوعين اللي بناخدهم أجازة قبل كل بطولة كبيرة ولكنها عملية ومنهجة محتاجة تبدأ من اتحاد الكورة في اختيار منهجية واضحة للاتحاد ومنهجية واضحة للفرق المصرية يعني ترتب عليها وجود مدير فني عنده مرجعية واضحة عنده أفكار واضحة نحاول نساعده فيما يخص الأفكار بتاعته مش فيما يخص المعسكرات والأجازات فيما يخص الأفكار بتاعته علشان في النهاية ينتج عنه منتخب يملك هيئة واضحة يملك استراتيجية يملك تأثير في النهاية كل اللي احنا قلنا ده قد ينتهي بأنه لا شيء في مقابل أنه منتخب مصر ينجح في الصعود للدور الثاني بالفوز على كاب فردي أو بقاء إن كانت النتيجة سواء سعطت أول أو تاني أو أحسن طوالت وفي النهاية ممكن نوصل للأدوار متقدمة زي ما نجحنا نوصل في بطولات سدقة قبل كده ونقول إنه الحظ وقف قدامنا في الآخر ولكن نكتشف أنه إحنا في النهاية بنلوم على القماشة بنلوم على الرطوبة بنلوم على الحاجات كتير قبل ما نلوم على الأساس بتاعنا نتمنى أنه إحنا نتقابل الحلقة الجاية وإحنا زعضين على الأقل أو إحنا حققنا شيء نبني عليه في المستقبل علشان في النهاية هيئة صعبة جدا أن المتخب مصر يخرج من مجموعة في در في بطولة إحنا بتمنى نكسبها كأكتر فريق كسب البطولة شفكم تحلقين